أكد منصق الأمم المتحدة الخاصة للبنان أن الضربة التي وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي لبيروت تعد تصعيدا آخرا مثيرا للقلق في غضون ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي جالنت أن سياق الأحداث في المرحلة الجديدة سيستمر حتى تحقيق إسرائيل لهدفها المتمثل في العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم وحماية بلاده على حد تعبيره كان الرئيس الوزراء الإسرائيلي بان يمين تنياهو قد أكد أن أهداف إسرائيل واضحة وأن أفعالها تتحدث عن نفسها حسب قوله